موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية النهاردة بإذن الله أنا شرح الحلقة الخامسة في مادة الإحصالة الفرقة الأولى درس مقاييس التشتب قبل ما أبدأ في الشرح بإذن الله أنا حابب أقول لكم إنه ما تزعليش مني غصبا عنه والله إنها بالفترة اللي فاتت دي تأخرت عليكم جدا 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 وما قدرتش أنا أتظر لكم أي فيديوهات لأنه أنا في السنة الثانية زي ما أنتم عارفين أنا داخل على امتحانات وبرضو زي ما أنتم ليكم حقوق أنا برضو لي حقوق ولاي واجبات فأسامحون لو أنا أتأخرت عليكم بوسرت منيكم أول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم درس مقاييس التشتب درس مقاييس التشتب أنا أكتبها على الصبورة لأنه المعلومات دي مش هتلاقيها ولا في الكتاب ولا في المذكرة ولكن هتلاقيها في الامتحانات هتلاقي الأسئلة في الامتحانات ودي بدا يتحل بها على دول فركز معي ويكتب وراي أي كلمة أكتبها على الصبورة أي مرحوزة أقولها لك بخشمة أو بوكت تمام تمام أنواع مقاييس التشتت أنواع مقاييس التشتت نمسع كده عشان هي تشتتت غلط التشتت عندنا أكتر من نوع جمع زي ما انتم عارفين عندنا أكتر من نوع جمع زي ما انتم عارفين عندنا خمس أنواع فعندنا أول نوع وهو المدى المطلق المدى المطلق تاني نوع وهو نصف المدى الربيعي نصف المدى الربيعي ثالث نوع يا جماعة هو الانحراف المعياري الانحراف المعياري رابع نوع وهو الانحراف المتوسط المتوسط تمام كده جماعة تمام فهذا الاخر نوع هو نوع معامل الاختلاف معامل الاختلاف كده جماعة معانا بالنسبة المقييس التشتت معانا كم نوع معانا خمس أنواع الخمس أنواع يا جماعة انتم شايفه مطوال جدا لأن انتم متشاهده خمسة في درس واحد معانا انه الدرس طويل هو الدرس طويل ولكن ساهل ازاي ساهل هناخد كل نوع وهناخد على كل نوع مثال بإذن الله وأشوف انه الدرس ساهل وأكيد انه هو ساهل تعالي نكسي مصبورة كده ونسيب الأنواع زي ما هم عندنا اول نوع اللي معاه هو ايه بالزبط اللي هو المدى المطلق نكتب اولا المدى المطلق بالنسبة المدى المطلق يعني عندينا بيانات غير مبوبة وبيانات مبوبة تمام كده تمام يعني عندنا اول حالة بالنسبة المدى المطلق عندنا المدى المطلق للبيانات المفردة او غير المبوبة يبقى نكتب واحد المدى المطلق للبيانات الغير مبوبة تمام كده اللي معه تمام بالنسبة الخطوات الحل المدى المطلق للبيانات غير المبوبة عندنا هو قانون واحد ده ما عندنا ايه قانون واحد القانون ده بيقول ايه بيقول المدى المدى بيساوي المدى بيساوي اكبر قيمة اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة يعني هو ده المدى المطلق او المدى عامة المدى المطلق للبيانات غير المبوبة المدى بيساوي اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة اقول لك ايه هو القانون ده ما فوش اي اختلاف ده بالنسبة ايه للبيانات غير المبوبة طيب بالنسبة للبيانات المبوبة يا جماعة هنقول اتنيا هو المدى المطلق للبيانات المبوبة البيانات هي المبوبة برضو للبيانات المبوبة يا جماعة لها قانون واحد لها هي قانون واحد وهو نفس القانون ولكن المثال هي اختلاف البيانات غير المبوبة هي اختلاف عن هي المبوبة فهتقول المدى بيساوي اكبر قيمة في الفئة ناقص اصغر قيمة في الفئة بيساوي كده يا جماعة خلصنا المدى المطلق يعني المدى المطلق زي ما انت شايفو ده نوع من الانواع ولكن هما اربع سطور بالزبط انت هتكتبهم خمس سطور بالاولا المدى المطلق اولا المدى المطلق واحد المدى المطلق للبيانات غير المبوبة وليه قانون والقانونية انشبهها بعض يعني انت لو حفظت قانون واحد خلاص انت ارتحت في اول نوع ناخد مثال يا جماعة ناخد مثال ولكن الامس لا مش اكتبه على الصبورة لانه الدرس طويل ومش حاجز اطول في الفيديو جوه فانا مكاتب الامس الكلون في وردة وبعد كده بعد مخلص الفيديو باذن الله وانزل الفيديو على القناة التمرينات كلها اللي كاتبهم في الوردة هنزلهم على الجروب الخاص بالقناة خاصة بالقناة لو انت مش عارف الجروب الخاص بالقناة هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو عندنا اول تمرين نجمعها للمدى المطلق للبيانات غير المنبوغة بيقول لك واحد اوجد المدى للبيانات التالية ومديني اربعة وثلاثين ومديني اتناشر ومديني خمسة وعشرين ومديني سبعتاشر وتسعة وثلاثين واثنين وعشرين وثلاثين 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 قلنا يا جماعة ده بالنسبية للمدى المطلق للبيانات غير المبوغة هيدوني بنفس الطريقة قيمة اصغر قيمة هي 8 بساوي المدى بساوي كامله مع 39-8 هيساوي 31 هساوي كام? 31 ده بالنسبة للبيانات غير المبووبي. طيب مثال على البيانات المبوبي المدى المطلق للبيانات المبوبي هي الدولة كيف جدول هي الدولة كيف جدول عبارة عن الفيه وكاف فيه عارفين الفيه عارفين الفيه والكاف عارفين التكرار وهيدي لك أرقام في الفئة وأرقام في الكاف انت هتحل بأكبر قيمة في الفئة وهزغل قيمة في الفئة وهتدي لكم مسافة برضو في الوردة اللي هنزلها على الجروب بإذن الله كده قلصنا جماعة أول نوع وهو هي المدى المطلق أول نوع وهو المدى المطلق تعال نروح للنوع التاني هنروح للنوع يا جماعة هنروح للنوع التاني ثانيا هو نصف المدى الربيعي ساعة نصف المدى الربيعي بنطلق عليها ره يا جماعة بنطلق عليها ره ربيعي يعني بنطلق عليها الاختصار بتاعه ره أول حالة بالنسبة القانون نصف المدى الربيعي جماعة بيقول لك القانون القانون الأساسي جماعة هو نصف المدى الربيع ممكن ما كتبش القانون يا جماعة تبقى خطوات الحل على طبع تبقى يعني ما فيش حري صعب خلص خطوات الحل تبقى خطوات الحل بالمرة بدل مكتب القانون وبعد كده أكتب خطوات الحل أول حدف خطوات الحل يا جماعة تكوين جدول واحد بالنسبة لخطوات الحل تكوين جدول تب الجدول ده بتكون من حدود عليا للفئات وتكرار متجمع ساعد ده بالنسبة يا جماعة بالنسبة الأول والخطوة هي تكوين الجدول اتنيا عايزين نجيب ترتيب راه واحد ترتيب راه واحد ترتيب راه واحد جماعة بساوي مجموع كاف على أربعة بساوي مجموع كاف عليها على أربعة ثلاثة ثلاثة عايزين نجيب ترتيب راه ثلاثة وهي ترتيب رابعي يا جماعة الرابع ثلاثة ترتيب راه ثلاثة بساوي يا جماعة بساوي مجموع كاف على نفس الرقم أربعة بس فيه ثلاثة يعني لا يختلف يا جماعة فيها إف ثلاثة يعني نفس القانون ولكن هيختلف فيها إف ثلاثة الخطوة رقم أربعة وهي نوجد راه ترتيب نوجد راه بس جماعة نحن جبنا الترتيب عايزين نجيب راه بس يبقى نجيب راه واحد أو راه ثلاثة بساوي لها قانون معين علشان أجيب راه واحد أو راه ثلاثة جماعة لها قانون لهي قانون القانون بيقول يا ألف زائد وراء عامل على متر القسمة في لا لو أنتوا فكرين القانون ده جماعة لو ركزتوا معي هتلاقيه قانون الوسيط قانونية الوسيط القانون الوسيط ولا من ولا جماعة بالنسبة للمذاكر هو العفو وللمش مذاكر يحفظ خطوة الحال دي زي مهل ألف زادي يا جماعة عزاق الت ته داي اللي هي الترتيب راه واحد يعني أنه لو عايزة يجيب ترتيب راه واحد يبقى أنه أخذ الته الخاص الترتيب راه واحد عايزة يجيب ترتيب راه عايزة يجيب راه ثلاثة يبقى أنه أخذ الته بتاعة ترتيب راه ثلاثة يعني أنه لو عايزة يجيب راه واحد هاخذ الترتيب بتاع ترتيب راه واحد عايزة يجيب راح ثلاثة يبقى اخذ الترتيب بتاع راح ثلاثة تمام كده تمام ناقص كاف واحد وهنجوع على كاف اثنيا ناقص كاف واحد سمحون يا جماعة عشان انا بصور الصدم فاكيدة تسمع اصوات كثيرة يعني بردو تمام كده يعني خطوة الحل تكوين الجدول اللي هو الجدول اللي يبقى بين حدود عليا للفئات و تكرار متجمع ساعد الخطوة التانية و هي ترتيب راح واحد بساوه مجموع كاف على اربعة تلاتي ترتيب راح ثلاثة بساوه مجموع كاف على اربع في ثلاثة بعد كدة يجيب راح واحد او راح ثلاثة بنفس القانون الف يبقى خاصة بالترتيب راح واحد يجيب راح واحد بصد اداء تمام خلنا القوانين وهنا اخد مثال فهذا الخطوة خمسة وهي وهي جماعة نصف المدى الربيع نفسه نصف المدى الربيع نصف المدى الربيع ليه قانون برده جماعة ليه هي قانون القانون بتاع نصف المدى الربيع اللي هو ره ثلاثة ناقص ره واحد على اثنية يبقى ركزوا معي جماعة لو انت مش شايف القانون اسمع سوطة وكتب نفس القانون يبقى نصف المدى الربيع بيساوي ره ثلاثة ناقص ره واحد على اثنية كدا فقطنا خطوة الحال ده فما خمس خطوات الحال للنصف المدى الربيع بالنصف من ربيع بين نصف المدى الربيع باجلما اسمع انكم اوج 지금까지 الناس المدى الربيعة مدينا كثيلة الجدوى فيها وكاف 13 16 19 20 وكاف 15 33 20 10. مجموع كاف على ثمانين الله أنا أكتب الجدول على طول يا جماعة علشان في ناس معرفاش الجدول وفي ناس كثير معرفاش الفكرة اللي في الجدول هل سملكم الجدول ونحلوا بخطوة الحالة فيه وكاف العقامة تجة عشرة تلاتاشر ستاشر تسعتاشر لسا في تاني ومن اتنين وعشرين لحد خمسة وعشرين ومدينا مجموعة كاف ده في المسال جدول المسال يا جماعة خمسة خمستاشر تلاتين عشرين عشرة المجموعة بتاعهم كان ثماني نبدأ انحل يا جماعة نبدأ انحل الحالة اول حالة في خطوات الحالة يا جماعة تكوين جدول وهو حدود علية للفئة حدودية علية حنرسم الجدول هنا علشان نبدأ بخطوات الحالة خلاص نرسم الحالة هنا الجدول ادي الجدول وهذا نقسم الجدول كده حرف T بالانجليزة ونرسم نفس خطوات الحالة ده بالنسبة للجدول ثماني بعد ديته تكرار مين متجمع ساعد ساعد هنكتب اقل من كم رقم هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يوقع اكتب اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من برخمسة اقل من الستة تمام كده يا جماعة تمام اقل من في الفئة كام؟ اقل من عشرة دائما يا جماعة اول رقم هي سو سفر عشان تركزوا معايا المرحوزة او نصف المدر الربيع يا جماعة تركزوا معايا عشان في ناس كتير سهلاتنا على نصف المدر الربيع الارقام يقسم ره واحد وترتيب ره واحد بيجوا الزاي وراه اثنين وراه تلاتة بيجوا الزاي فلكزوا معايا على شان تفهموا المعنوزة داي وتفهموا نصف المدر الربيع عامتا نصفية المدرة الربيع بالنسبة الاول رقم يا جماعة في الحدود العجل هو اقل من العشرة. اقل من العشر دائما ب صفر اookyقل من اول رقم دائما Nur ثاني رقميه اقل من التلاتاشر اقل من التلاتاشر الاقل من التلاتاشر يا جه жд اين استعلمني بالicion المشرطة في المشرطة الى هو الكم التلاتاشر اقل من ال 16 اللي هو بعد ال 13 تعال نتبع الرقم كله اقل من ال 19 اقل من ال 22 اقل من ال 25 الاقل من ال 16 اقل من ال 16 سنقوم بزاوية نفس السن سنجد 15 والرقم اللي قبله سنقوم ب 15 والرقم اللي قبله 15 و 25 بعد كده اقل من ال 19 هنروح لل 19 هنعمل بزاوية اقل من ال 19 كام 30 وفي 15 و 5 يبقوا كام 50 اقل من ال 22 برضو هنروح لل 22 ونعمل الزاوية نعمل بزاوية الهم جمعنا دول 50 وفي 20 يبقوا 70 واقل من اخر رقم اللي هو المجموع وكيف على طول اقل من اخر رقم اللي هو المجموعية كاف مجموع كاف كام 80 يبقى 80 في مشاكل لحد الوقت في الجدول يا جماعة مفيش اي مشاكل خاص كده اول خطوة عملناها صح ومفيش اي مشاكل خالص تعال نجيبوا ترتيب راه واحد نجيبوا ترتيب راه واحد اللي هي الثاني خطوة اثنيا ترتيب راه واحد بيساوي ترتيب راه واحد بيساوي مجموع كاف على 4 مجموع كاف كام 80 على 4 بيساوي 20 هنروح للترتيب بتاع راه واحد بيساوي كام 20 نروح للجدول تكرار متجمع الصاعد ونشوف العشرين دي موجودة ولا مش موجودة القينا العشرين يا جماعة موجودة القينا العشرينية موجودة طالما موجودة يبقى راه على طول اذا راه واحد على طول بتساوي كام طالما موجودة راه واحد بتساوي 16 اتشعر. لو القينا جمعه الترتيب في التكرار المتجمع الساعد هاكبر الرقم الاقساده على طول فى الحدود العليا هو الره او الره على طول وهويا الرابية's يعني انا ترتيب ره واحدة جناهه بعشرين هاروح للتكرار المتجمع الساعدة الارقنب كام? بعشرين.? بدلا جنبين وتقالية طالما الجناه بعشرين، يبقى الرقم الاقساده على طول وهو ره واحد هو ايه ره واحد يعني كنا مش استخدم القانون للرورشه الخطوى الرول. ثالث خطوة بعد الجدول ثالث خطوة هي ترتيب ره 3 ترتيب ره 3 بساوي ترتيب ره 3 مجموع كاف على 4 في 3 مجموع كاف 80 على 4 في 3 80 على 4 في 20 في 3 في 60 هروحنا للترتيب ره 3 ودور على الستين هل الستين دي موجودة ولا مش موجودة تعالى ندور الستين موجودة مش موجودة طب هي الستين دايبين رقمية وبين رقمية الستين بين الخمسين وبين السبعين طالما بين الخمسين وبين السبعين فان هكسم هعمل الخط التاية اللي هي الستين اللي هي الترتيب ره 3 ترتيب ره 3 اللي هي بنية بين الخمسين وبين السبعين فانا عملت خط فيها مشاكل يا جماعة ما فيش اي مشاكل خالص الرقم اللي فوق الخط هو كاف واحد والرقم اللي تحت الخط هو كافة نيال والرقم اللي فوق الخط من ناحية التالي هو ألف وهو هي بداية الفئة في مشاكل مفيش أي مشاكل خالص ظلامة أنا عملت خطة جمعي بترتيب ره ثلاثة بقنا لما أجي عود في الألف فأخذ الألف بتحت ره ثلاثة لما أجي أخذ الكافة فأخذ الكافة بتحت ره ثلاثة تم ممكن أنا إراء ترتيب ره واحد ليكون أحد كيف لا يقال ساوي 20 مثلا ساوي 19 19 هتبقى بين 3 بين 20 19 هتبقى بين 5 وبين 20 فأنا قلت نعمل خط ثاني كده فطلا لو اطلعت 19 لو اطلعت 19 يا جماعة فهيبقى الخط بين 25 وبين 20 ويعمل نفس الفتوات دي كافة واحد وكافة اتنيا وبدأت 2 بس طالما أنا لقيت الرقم فهيبقى الرقم الاقساطه على طول الرقم الاقساطه على طول هو هي الربيع على طول وهو هي الربيع يبقى هذا الوقت يجيب ترتيب راه ثلاثة يبقى اذا اللي هي الخطوة الرابعة راه ثلاثة يتساوي راه ثلاثة يتساوي راه ثلاثة يتساوي ألف اللي هي بدأت بفعل ألف جبناها كم يا جماعة تسعتاشر زائد ورا عامل علامة القسمه الترتيب راه ثلاثة اللي هي ته ته يا جماعة معناها ترتيب نحن هنجيب راه هي راه ثلاثة فناخد ترتيب راه ثلاثة اللي هو كام؟ الستين ركزوا يا جماعي علشان في ناس كتير سألتنا عن النقطة داي انا عن نفس وقفت عليها بس انا فهمتها لما ايا لما جيت احضر الحلقة وجيت اذاكر في الحلقة نفسها افهمت الدرس كله من الاول للاخر نحن علشان نجيب راه ثلاثة يتساوي بداية الفعل هو ألف ألف جبناها كم نحن؟ جبناها تسعتاشر نزلنا تسعتاشر زائد ته ته معناها الترتيب نحن هنجيب ترتيب مين؟ طيب راه مين؟ راه ثلاثة فانا هاخد الترتيب بتاع راه ثلاثة اللي هو احنا جبناها بسبتين ناجس ناجس كاف واحد كاف واحد كام بخمسين على كاف اثنيا اللي هو سبعين ناجس كاف واحد اللي هو خمسين في لام لام يا جماعة قلناها قبل كده مقداري الزيادة في الفئة مقداري الزيادة فيها في الفئة لام هندور الزيادة هنشوفها كام عشرة تلاتاشر ستاشر تسعتاشر يعني بيزيب تلاتة يبقى تتدريب تلاتة بيسوي هسيبها بلالحاسب على دول تسعتاشر زائد راهعمل على قسمة ستين ناجس خمسين يبقى عشرة على خمسين ناجس سبعين سبعين ناجس خمسين عشرين في تلاتة بيساوي عشرين ونص عشرين تقولكم بالجلم بالسود علشان تبقوا عارفين عشرين ونص تمام كده كده نحنا خلصنا الخطو التاني وهو نصف المدى الربيع نصف المدى الربيع ده معا مهم علشان الاتقام دي في ناس كتير جاءت يشمعنا العشرين سوت ستاشر وشمعنا الرقم ده ما سواش التسعتاشر على طول علشان اصلا الرقم مش موجود كانت تسعتاشر هتبقى بين الخمسين وبين الستين عارف لو هو الترتيب راه تلاتة تلعب سبعين يبقى راه تلاتة على طول باتنين وعشرين لو تلعب 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 خمسين يبقى راه تلاتة على طول باتنين وعشرين خلاص كده يعني الرقم لو موجود اخد الرقم الاكساده طب لو موجود طب لو مش موجود يبقى هامل الخطوات ده يعني مثلا لو زي ما قلنا لو كانت تسعتاشر هتبقى بين الخمس وبين العشرين صح؟ صح فانا هامل خط كده كنت هامل خط زي كده وهتبر التلتاشر ألف ألف بس ده ألف خاصة براه واحدة و ألف ده خاصة براه ثلاثة علشان تركزوا معي ما حدش ياخد ألقم حد بقى كده اللي فوق الخط كف واحد واللي تعطي الخط كف اثنية الكلام ده لو مكنتش موجودة لو كانتش هي موجودة يعني لو ساوت تسعتاشر بس تلاما ما ساوتش تسعتاشر ومساوت عشرين والعشرين ده القناها في الجدول في تكرار المتجمع الساعد هاخده المقابل لي اللي هو الربيع اللي هو الربيع كده خلصنا نحن نسف المدى الربيع معانا الحراف المعياري نمسح الكلام ده نمسح الكلام ده و همسح الكلام ده يا جماعة يعني هنخلي الجزء ده للشرف و الجزء ده للحن لو ما كتبتش وراي رجع الفيديو شوية خمس ثواني ولا دقيقة و اكتب كل حالة بس يا ريت يا جماعة يعني ما حدش ينزل الفيديو لانك انت لازم تستفاد و انا استفاد فانا لو بحسيت نفس ان انا مش مستفاد يعني انا علشان اصور حلقة زي كده يعني اول حالة متكلت بالندي تاني حاجة يعني بضيع وقت كبير جدا يعني انا سايب مذاكر بتاعلك كده وبصور لكم فانا زي ما بتعبلكم انتو لازم تتعبوا ما تنزلشوا الفيديو لانك انت مش خسرين حاجة دي بتوفرلك مراجعة بدلا ما تروح تاخد مراجعة في الكورسات او ايا كان بتدفع اول حاجة مبالغ ثاني حاجة بتضيع وقت في المواصلات يعني بتخل لك 3 ا 4 ساعات المواصلات لو هتدور في المواصلات الرايح الجاي هتضيع لك 4 ساعات زال انك كده مش هتروح تستنى هتلاقي الدكتور موجود ده انت هتستنى الدكتور لما تستنى تضيع لك برضو نص ساعة او ساعة بالكتير هيبقوا 5 ساعات يبقى فلوس ووقت فانت الفيديو يجيلك لحد عندك المفروض ما تضيعش الفرصة وتسمع الفيديو وما تنزلوشه خلاص كده انت قد حقك و يديناي حقه على شكل اقدر اساعدك نحنا يا جماعة خلصنا نصف المدى الربيعة يبقى ثالثا وهو وهو الانحراف المعياري الانحراف المعياري الانحراف المعياري الانحراف المعياري برضو لما ساهل ولكن محتاج تركيز ساهل ولكن محتاج تركيز عندنا اول حاجة في الانحراف المعياري الانحراف المعياري للبيانات البيانات غير المباوبة للبيانات غير المباوبة خطوة الحلم نكفر القلم و نفتح القلم الثاني بالنسبة للبيانات غير المباوبة تكوين جدول تكوين جدول يبقى متكون من سين و سين تربيع سين و سينية تربيع هذا الجدول يعني جدول سال خالص حيث انه سين سين ديها تلاقيها الأرقام في التمرين سين ديها تلاقيها الأرقام من التمرين و نون عدد عدد بتساوي عدد أرقام سين يعني لما يقول لك عايز نون يبقى نون ديها عدد أرقام سين تشوف كام رقمي في سين وهي قدها يساويه نون تبديم النسبة أول خطوة تاني خطوة هو الانحراف نفسه الانحراف المعيارة اللي هو بيرمز عليها رمزية جماعة رمزية جاي من الكلمتية معيارة رمزية العيام بيساوي بيساوي جزر بيساويه جزر مجموع سين تربيع على نون ناقص ويفتح قواص برضو كبيرتانا مجموع سين على نون بس الكل تربيع بيساوي حد الوقت في مشاكل هما خطوطيا حل بس تكوين الجدول وانحراف معيارة تكوين الجدول يا جماعة هيبقى زي ما قلنا بينسين وسين تربيع بس فامسح الجدول ده علشان انا ممكن احتاج ارسم لكم الجدول في المسال ورقة الانسل يا جماعة علشان اذكركم تاني هنزل على الجروب الخاص بالقناة جدامنا حم انحراف المعيارة واحد اوجد يعنى اوه و让ها الا و تكويني جدول لا رقص الجدول نعمل كده حرف T قلنا الجدول يا جماعة متكون من متكون من سين و سين تربية يبقى سين و سين تربية لحد الوقت في مشاكل ما فيش مشاكل خالص سين دي وكلنا الارقام الفي التمرين يا جماعة هنروح للتمرين هنلاقى الارقام اربعة وخمسة وتمانية وعشرة وتلاتية دولا الارقام الفي التمرين عسى جبس انت ربيع الى هو نربع الاربع الاربع اربع في الاربع بستاشر انا هتدرب الرقم في نفسه يا جماعة خمسة في خمسة خمسة وعشرين تمانية واربع وستين عشرة في عشرة بمين تلاتة في تلاتة بتسعة في مشاكل ما فيش مشاكل خالص تقدر انت اتجيبه المجموع بتاعهم تعال نجوف المجموع بتاعهم كم أربعة وخمسة تسعة تسعة وتمانية سبعة عشرة سبعة عشرة سبعة عشرة وعشين وثلاثة ثلاثة فأتكتب تلاثين ده بالنسبة المجموع السين مجموع السنت أربيع ستاشر ستاشر واربعة وستين هيبقوا خمسة وستين وخمستاشر تمانين تمانين مية وخمسة متين وخمسة ٢١٦ ١١١٤ لحد الوقت نحن احن جبنا الجدول وسهل جدا وماخدناش فيه وقت ماخدناش معنا مصد دقيقة مصد دقيقة برسمة الجدول وارقان وجبنا الجدول بكله تاني حاجة لهو تكويه تاني حاجة لهو المع�로د في الليان في القانون تعięcy هو انحراف المعيالي جمعng يساوي جرس مجموع سن تربيع مجموع سن تربيع هو دبنا بقام 214 على نون نون قلنا عدد أرقام سن عدد أرقام سن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى خمسة ناقص نفتا قوس الكل التربية عمالي جور قوس مش مربع مجموع سن مجموع سن بقام ثلاثين على نون دبنا بقام خمسة بسهول معنا بالألحاسب على الضول هنعمل اللي هو الجزر ونعمل القسمة اللي جنب الجزر على الضول وبقى كده هنقول ميتين واربعداشر على ننزل بالسام خمسة نروح بالجنب كده ناقص نفتح قوس قبل ما نعمل علامة القسمة نفتح قوس نمشي لنفس الخطوات اللي مالي قدامي نفتح قوس بعد كده نعمل علامة القسمة وبعد كده نحط الأرقام ثلاثين على خمسة وبعد كده روح بالجنب واطفل القوس وبعد كده اقول لكل تربية علشان ما بقاش ناسي حاجة خالص وبعد كده روح دايس يسوي هلاقي الجزر مية وسبعين على الخمسة بص في حرفين يا جماعة اللي هو الاس وفي ساهمين متجين على بعض وددي هدوس عليهم هديني الأرقام بالزبط اللي هي اتنيا وستة من عشرة اتنيا وستة من عشرة دول بدأ لحزب يا جماعة هو زي ما قلنا ممكن يدونا يتجزل مية وسبعين على الخمسة في حرفين حرف الاس وحرف الدي اللي هو بالزبط في جنب القوس على طول جنب الناكيدة راح تفتح قوس جنبه على طول على ايده كريمية هدوس عليها هذه القامة مبسوعة والطول 112 وسمع شوة تمام كده تمام كده؟ تمام كده 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 كلس المسائله كناعة هو المساؤل جدا وهم خطوطين حل بستكوين جدول الوا سينوس ولمنتربي ولانحراف المعال وال演حراف المعالي الذي هو القانون الخاص بي لا يحرافهم علي個人ال معالي لديها في البيانات غير المبوابو غيرية المبوابة بالنسبة اتنيا للبيانات المباوبة اثنيا الانحراف المعيارة للبيانات المباوبة عندنا خطوات حل عندنا خطوات حل انا دايما يا جماعة يعني دايما بمشي على خطوات الحل حتى لما ايجي اذاكر مع نفسي بذاكر بخطوات الحل لانو خطوات الحل دول بيبقى مكان الدكتور يعني كانو الدكتور بيشرح لك بيقولك واحد كازة اثنية كازة تلاتة كازة اربعة كازة طب بيجو مهد حل انا زي كده لما باجا اذاكر مادة عامة بكون عاملينها خطوات حل للمادة كلي علشان لما اجي اذاكر يبقى انا اذاكر الدرس كلهم عبارة عن خطوات الحل خطوات الحل مش هيعدوا صفحة يعني الدرس كله بمعنى صح صفحة الخطوات حل و تزاك الخطوات الحل معنا ذلك انك انت انجست وفرت انجست ويا وفرت نمشي على خطوات الحل يا جماعة نمشي على خطوات الحل اول حالة تكوين جدول الجدول ده متكون من هي جماعة متكون من فه وكاف طالما من فه وكاف يبقى السؤال نفسه هيديني الجدوى والجدوى لا يبقى فيه فيه وكار دول يعني دول سبتين هيبقوا اياه من التمرين باقي كده هيديني سين انت هجيب سين وبعد كده تعمل سين تربيع وممكن سين تربيع انت مش تلاقيها في المذكرة او في الكتاب ولكن انا حطيتها علشان في حاجة اسميها سين تربيع كاف في الاخر خالص انا اقولها لك دلوقتي سين كاف وبعد كده سين تربيع كاف ونكفل قوس نكفل يا قوس يعني انت تعمل جدوى متكمنية عمل rewarded عشان ما تكل baik متكون من ساء ومتكون من كاف ومتكون من سين ومتكون من سين تربيع ومتكون من سين كاف ومتكون من سين تربيع كاف طبعا المشكلة دلوقتي فيها فسين بس يعني سين تربيع لو معايا سين هجب التربيع بتاعتي معايا سين هجب سين كاف معايا سين هلاقي نفس جبت سين تربيع وهلاقي نفس جبت سين تربيع كاف يعني هجب سين تربيع في كاف خلاص ده بالنسبة ايه الاول خطوة في الحل هتعمل جدول متكوم من ست اعبدي بينزلوا اعبدي يا جماعة من فوق ده بالنسبة الاول خطوة تاني خطوة ودايما انا بضيفة للخطوات الحل هي المفروض مش خطوة الحل ولكن انا بضيفة علشان ابقى ماشي الصح ازاي يعني انا رسنت الجدول وحتيت البيانات الارقام دي هجبها مني هحطة بضيفة للخطوات الحل وهي ايجاد لاجاد سين اجيبها ازاي سين يا جماعة ليه قانون بقولية رقمان من فه رقمان منية فه او الفئة متتالية رقمان من فه متتالية على نون على اثنين يا جماعة رقمان من فه متتالية على اثنين القانون دي استخدامنا يجمع في الوسط الحسابة وانت فاكر الوسط الحسابة ارجع لدرس الوسط الحسابة او الحلقة الاولى لانه انا عشان ادي لك مثال للبيانات المبوبة هتطر ان انا ارسم جدول نفس المسافة دي كما انت شايف الجدول فيها حوالي ست اعمدي عمودي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فانت هتعمل ست اعمدي فانا مش ادي لك مثال هتدي لك خطوات حل بس والمثال هنزلولك برضو على الجروب الخاص بيه وها تمشي انت لما تجي تحل تمشي على خطوات حلة تمشيها على خطوات حلة وتركز معي ازاي تركز معي؟ يعني انا هاجيب عايز اجيب فاة هاخد الرقمينا في الوراء بعض يعني مثلا هي دي سين ودي سينية تربية هروح الى فاة فاة مثلا عشرة خمستاشر عشان فيها يا جماعة بيوقوا يعني بتزيد بمقدار ثابت عشرين خمسة وعشرين ثلاثين نفترض كده يا انا افتراض يا جماعة علشان انا مش اديكم مستاذ زي ما قلت لكم قلنا سين علشان اجيب سين قلنا هتجيبها ازاي قلنا رقمان من فيه متتالي يعني اول رقم دي اول رقم اقصده رقم مين؟ رقم عشرة هاخد رقم عشرة اقول لي تحته عشرة عشرة خمستاشر خمسة وعشرين وبعد كده 25 هجيب الرقم الرابع الرقم الرابع فيه كام 25 نقطة 25 واللي تحته اللي هو 25 و 30 يبقى و 65 خمسة و 50 تمام كده يا جماعة تمام يعني ادي انا بدي لك مثال علي انك انت تجيب سين ازال هاخد الرقم والرقم اللي تحته خلاص الرقم والرقم اللي تحته والرقم والرقم اللي تحته لحد ما وصل لحد الاخر وهتلاقي نفسك تجيب سين كل وطالما انت جيبت سين على كده هتقول لي سين تربيع اجبها ازاي لو انت يعني المؤاخذة في اللفظ عقليتك صغير اجيب سين ازاي اذا هو مش هتضال في خطوات الحال هقول لك سين هي اي سين بس هي هتربح يعني مثلا ادينا جيب سيني بخمسة وعشرين يبقى 25 في 25 هاي ديني سين تربيع عايزة اجيب 35 سين تربيع يبقى 35 في 35 عايزة اجيب 45 يبقى 45 في 35 كده اجيب سين تربيع يبقى انا اجيب سين كاف سين كاف معناها سيني في كاف عايزة اجيب سين تربيع في كاف يبقى سين تربيع في كاف خلاص كده يعني انا حليبت لكم مشكلة هي الجدول كده انت ترسي الجدول لحد الاخر وتحلو باذن الله رب تنظر معا وتحلو كويس ده بالنسبة الخطوة الحال دي الخطوة التانية تعال الخطوة التالتة جماعة الخطوة التالتة وهي ايجاد مجموع ايجاد مجموع ايجاد مجموعية بالضبط ايا ويا ايجاد مجموع كاف وهو رقم اثنية ويجاد مجموع سين كاف اكفلوا wasp ليها جوبل مجموع ذا جماعة على شأنان احتياج فرقانون خلاص على شأن ايجاد مجموع كاف واحتاج مجموع سين كاف واحتاج مجموع سين تربيع كاف انت نفس كده بعد ما تخلص الجدول في الاخر ادي فيها المجامية ادي بالنسبة الخطوة التالتي تعالوا نروح للخطوة الرابعة وهي اخر قطوة اللي هو الانحراف المعيالي الانحراف المعيالي الانحراف المعيالي بيساوي زي ما قلت لكم يا جماعة هم المفروض خطوطين بس بس انت اكتب بربع خطوات لان انت لو كتبتش غير من الخطوطين الاولى والربعة ممكن يجي لك يوم وتنساهم وتقطب تسمع الفيديو من اول وجديد علشان تعفر السين جبتها الزي خلاص فانت اكتب كل خطوة علشان دهم اربع خطوات سهلين يعني تكوين جدول ويجاد سين ويجاد المجموع والحراف يعني سهلين جدا الحراف المعيالي بيساوي يا جماعة جزر هل النفس القنون دي هقول لك لاوة البيانات المبوبة وحدي والبيانات غير غير المبوبة الوحدي والبيانات المبوبة الوحدي يعني جزرية جزر مجموع سين تربيع كاف سينية تربيع كاف على مجموع كاف على مجموعية كاف ناقص ورح فاتح قوس نفس القوس ثم نفس الخطوات هجماعة بس الأرقام بس التخريفين يعني بدلا مجموع سين تربيع بس ستبقى مجموع سين تربيع كاف بدل مجموع سين بس ستبقى مجموع مجموع سين كاف مجموعية سين كاف على مجموع كاف الكل تربيع تربيع ويساوي يوقع الى الحراف المعيونية يساوي جزر عالمة القسمة نفسه مجموع سين تربيع كاف مجموع سين تربيع كاف اللي هو الرقم 6 في الجدول على مجموع كاف اللي هو رقم 2 في الجدول نافع نفتح القوص نفتح القوس نعمل لعليه ايه؟ ما سين يكون حبة. مجموع سين كاف الى الرقم خمس على مجموع اخب لها رقم اتطين انا مجموع تلبيه صلاً بس لكل تلبيه ايه لاحظة انتشان التلبيه واليه في ايشاره السابق كده خلاص كده نحنا حلسنا كده ايجا معا الانحراف المعياري انا مسح لانحراف المعياري على ان خدوة الرابعة نرقزوا معي جماعة الوقت بكل كلمة اكتبه على صبوره علشان تستفادوا بيه الدرس طويل انا كنت اشرح على حلقتيا بس علشان دخلين على الامتحانات انا اقترية ان انا اشرح لكم الدرس كله على حلقة وحدي وفي نفس الوقت هشرح لكم المنهج كله النار ده ان شاء الله وانعرف ناس كتير والله في شعبة مؤسسات او سنة تانية عمتا هتزعل منها تقول لي احنا المفروض الاولى يعني احنا في سنة تانية ودخلان امتحانات المفروض احنا الاولى فعلشان خاطر كومنتا وانا حبيتي ان انا اصور الماده كله هنزله وبيزن الله حاول برده اصور باقي البيزنس وهنزله لكم عن قناة فما تتصرواش معي اللي مع في الاشتراك واللايك والكومنت بعد كده يا جماعة خلصنا الانحراف المعيارة هناخد الخطوة الرابعة او النوع الرابع وهو انحراف المتوسط الانحراف رابعا الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط برضو ساهل جدا هو بيانات المباوبي وبيانات غير مباوبي هنبدأ بالبيانات المباوبي واحد الانحراف المتبسط للبيانات المباوبة المحراف المتبسط للبيانات المباوبة لما عليها خطوات حل خطوات الحل عندنا خمس فطوات حل ولكن لو ركزت معايا مش هتشوفهم خمس زي ما انت شايد اننا خطوات الحل بكتبها بكتبها بالتفصيل يعني بص لو انا مش راحتش غير خطوات الحل انت هتحل اي مثال خلاص في ده هتحل اي مثال علي على المحراف المتوسط فكتبنا خطوات الحل اول خطوات الحل وهي تكوين الجدول تكوين الجدول الجدول ده يبقى متكون من ميةوية جماعة متكون من سين ومتكون من المطلق الحد المطلق ناقص سين شرطة حد فاكر سين شرطة جماعة يليك لو الناس مرتز معايا حد فاكر سين شرطة طب اي بالزبط يعني بيتبادل مكن سين شرطة او اختصرية سين شرطة سين شرطة سين شرطة يليماع هي الوسط الحساب الوسط هي الحسابة لو انت ترجعت بدرس الوسط الحسابة هتلاقي اي بقول 모양 العلو الرح ص chain شرطة وجه او او سين شرطة يبقى سين شرطة هي الوسط الحسابة ده بالنسبة لي الاول خطوة هي تكوين الجدول الجدول هيبقى متكون من مي و الحد المطلق الى سين ناجس سن شرطة لازم اجيب الواسط الحسابي او سين شرطة يعني اما عايز تحسب الوسط الحسابي ماشي عايز تحسبها سن شرطة ماشي بس أنا علشان المساحة هكتب سن شرطة بسوي سن شرطة بسوي يا جماعة مجموح سين على عددهم مجموع سين عليها عددهم اللي هو نون عدد أرقام سين مجموع سين بتتاوي الناتج ده بالنسبة الثاني خطوة ثلاث خطوة أنا كده جبت سين هي الوسط الحسابي ومعايا سين أنا دلوقتي عايز أفك الحد المطلق فبيقول لك الإيجاد الحد المطلق سين ناقص سين شرطة يعني أنا عايز أجيب أرقام لحد المطلق سين ناقص سين شرطة أنا مش عارف يا جماعة أنا نسيت اسمه والله الحد المطلق ولا لي اسم تاني اسمه المهم أنا فاكت كلمك مطلق خلاص كده علشان ما حدش يشغل إدماغه وما تشغلش إدماغكم يا جماعة بالمناج الخارج المناج بتاعك أنا أهم حالي أنك إنت تجيب تقدير وتتعدم السادة فما ترككش في إدماغ على أي حاجة لو عايز أجيب سين ناقص سين شرطة جماعة معناها سين من اسمه كده سين ناقص سين شرطة خلاص كده خلاص يعني سين ناقص سين شرطة هذه الدنيا الرقم الخاص اللي هو بين الحد المطلق ضاء أو أي أمكانية بساوي النتج بس في مرحوظة ركزوا معي فيها المرحوظة داي إنه الناتج دائما موجب الناتج هي جماعة دائما موجب فأنت تركز معي إنه الناتج دائما موجب حتى لو سالب يعني حتى لو الناتج طليح سالب في الأله حاسبي انت اكتبو موجب خلاص كده خلاص دائما بالنسبة الخطوة التاتية الخطوة الرابعة وهي إيجاد مجموع الحد المطلقة سين ناقص سين شرطة إيجاد مجموع يا نها ربي على الناس اللي بتطلع أصوات دي يا الله يسهلنا وسهلهم بإذن الله ويفتح لهم بابريز ويفتح لنا إحنا بابريز بردو بأنجيب يا جماعة مجموع سين ناقص سين شرطة يعني مجموع سين ناقص سين شرطة نجيبه من نية من الجدوة لجمع يعني بعد ما تخلص الجدوة تنزل بتاحت تكتب المجموع بتاعهم يعني مش صعب خمسة الخطوة الخمسة وهي الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط يساوي مجموع يا جماعة بكتبكم خطوة الحل بالتفصيل أنا كتبهم خمس خطوات لأنه أنا كتب لك بالتفصيل سين أجيبها إزاي أجيب سين شرطة إزاي أجيب مجموع لحد المتقد سين ناقص سين شرطة كل هذه كتبها بالتفصيل يعني أنا لو هكتب خطوة حل بس هكتب تكوين الجدول وهكتب الانحراف على الطول والسين شرطة دي أجيبها من نفسه أو الوسط الحساب يجيبها من نفسه أو دي ملحوظة المفروض هو اللي يعرف الملحوظات دي مش هتاخد بالك مني ومش هتفهمي غير لو أنت سمعت الفيديو ده أو سمعت حد قاله قدامك وأنا دي لي قلت قدامك فإنت استفاد بالمعلومة ده دي استفادية بالمعلومة ده ده بالنسبة للبيانات المغوبي تعال ناخد جنبه كده البيانات غير المغوبي اتنياً الانحراف المتوسط للبيانات المغوبي البيانات هي المغوبي برضو نفس الكلام لها خطوات حل نفس الكلام اللي هي خطوات حل الخطوات الحل خطوات الحل يا جماعة متكونة من أربع خطوات حل متكونة من هي من أربع خطوات حل أول حالي وهي تكوين الجدول تكوين الجدول بساوي أو الجدول يتكون من هي زي ما متعودين ان انا بكتب تكوين جدول وبكتب مكونات الجدول علشان محدش يقول لي تكوين جدول الجدول ده بتكون من هي تكون الجدول بيتكون من في ومتكون من كاف طالما انت عرفت ان الجدول ده او خطوات الحل متكون من في وكاف اعرف انه التمرين في في وفي كاف في في وفي كاف فتركز معي وهتلاقي كل حالة سهلة رجينا تكوين الجدول بين سين وسين ناقش الشرطة اعرف ان هو مش الجدول تمام كده تمام يعني تكون الجدول من في وكاف وسين الجلام بجربي شرطة وسين كاف وي سين ناقش شين شرطة تكفل قوص تكفل لحد المطلق وبعد كده بنتعت يا جماعة علشان ما فيش مكان عامل عامة الفاصلة هاي وكتبته سين ناقش سين شرطة في كاف في كاف يعني هادرب هادرب يا جماعة هادرب العمود ده في كاف الكاف اللي هو ده تعالا نرقيهم علشان تأخذ بالك منهم مولو انه ممكن ما تقودش بها اول حاجة عندنا في العمود رقم واحد هو في رقم اثنيا هو كاف رقم ثلاثة هو سين رقم اربعه سين كاف يعني ما تدرب سين في كاف ،. رقم خمسة mailing اللي هو العمود دي اللي هو حد المولق سين دفع مقرzent الوسط الحسابة رقم ستة هادربت خمسة في كاف هي اثنين في ثلاثة اثنين في تلاثة خلاص كده؟ طب عايز اجيب دي هقول خمسي في كاف اللي هي اثنيان خمسي في اثنيان دي فكرة من الفكر اللي انا طلاح اكتشفتها دلوقتي علشان زي ما انتوا عارفين انا عبقري يعني فصلع النبي عليا والدستة السلام لما انا بأهزر ربما الناس تقول دواب يقول صلع النبي علشان ان انا يعني شايف نفسي انا بأهزر والله اثنيان هذه الحقيقة سأجيب أول و تاني خطوة فتشفتها ازاي من انتوا عارفين انا تاني خطوة اجيب ايزاي اجيب سين علشان اي اجيب سين اي اجيب سين او اجيب سين نولي سين شرطه لازم اجيب خطوات الحل بالتفصيل اجيبها خطوات الحل بالتفصيل وهي سين انا اعرف اجيبها ازاي اعرف اجيبها؟ ليه قانون سابقه التعابل الذي هو رقمان من الفيء على اتنيا رقمان من فى على اتنين احنا اخذناها قبل كده فانا مش محتاج اكد بلو عايزين ان اكد باكتبوه لكم عادل اكتبوه لكم علشان في ناس مش اسمحها هي بتقول اكتبوها ما تكتبوه هم رقمان من فى متتالية على اتنيا وطبعا انا شرحتها لكم بتيجي الزر ده بالنسبة التسين اللي هو رقم ثلاثة بعد كده بالنسبة هنجيب عشان نجيب لحد المطرط يسيلة لنسبة لسن شرطة هنجيبها هنجيب سن شرطة يسو الوسط الحساب بساوها اسون شرطة يساوها depuis الفرصام ا 지난در ات Gre there is 2.0 وقام بقولنا وقالنا قانون تاناج الرئي儿 القانون الى دلوقت غري هي القانون دلوقتي فانتركز معه التركز هنا معه سن شرطه يساوها mày 지난د رقم المجموع من الفرصام growth سن كاف على مجموع كاف انا المطلوب مني اي دلوقت بالظبط المطلوب مني ان احفظ القانون الهين وحفظ خطواتي الحلل الهين عشان دي الواحدة و دي الواحدة لما دينا السن شرطة هنا قادت مجموع سن لانه مفيش كاف ومفيش كاف اخدنا نون قد جسمنا مجموع سن على نون دلوقتي في كاف هيبقي مجموع سين كاف على مجموع كاف ده بالنسبة لسين شرطة الخطوة الثالث تعالوا انجيبوا الخطوة الرابعة وهي الحد المطلق اللي هي سين ناقص سين شرطة بتيجي ازاي طبعا انت عارفوا اللي هو احنا جيبناه دلوقتي نفس الكلام ده نفسية الكلام ده لي ايجاد الحد المطلق اويا كانوا للمطلق العام او حاجة زي كده انا مسفكرة والله سين ناقص سين شرطة اقفل القوة ساقفل نعم العمود بسوي عايزة دي بسين ناقص سين شرطة من نفسها كده سين ناقص سين شرطة بسوي سين طبعا موجودة في الجدول والسين شرطة احنا جيبناه بخطوة رقم ثلاثين زائد انو الارقام لازم يقلع موجودة حتى لو سالد اللي ما اركزوا معايا حتى لو الرقم طلع سالد في الالة حسبة يعني انا الكلام ده احسبوه بالالة حسبة يعني مثلا خمسة ناقص ثمانية مثال يعني خمسة ناقص ثمانية سالد ثلاثة لو انت هسبت بالالحسبة تلاقيها سالد ثلاثة انا ربا هنجي يطلع الناتج وحطه في الجدول هطلع بموجة بثلاثة هطلع بيه بموجة بثلاثة فتركز معايا ده بالنسبة هي الخطوة الرقم طب الخطوة الاخيرة اللي هي الخمسة هي القلم بدأي شطي صوت حلية جماعة تمامي الانحراف المتوسط القانون التاب يقولي يا جماعة بيقول نعمل على متر قسمة وبعد كده نقول مجموع وروح عامل فتح قوص كبير كده تمام كده وبعد كده هقول الحد المطلق سين ناقص سين شرطة نكفيل لقوص كاف معنايا ده جماعة معناه اللي هو آخر عمود في الجدول اللي هو نفتح قوص سين ناقص شرطة كاف يبقى معنايا آخر عمود في الجدول اللي احنا هليعملو على مجموع كاف على مجموع كاف كده يا جماعة احنا خلصنا الانحراف المتوسط بالكامل بيانات منبوب المباوبي وبيانات غير مباوبي او العبس يعني انا قلت هنا مباوبي او قلت هنا بالمباوبي تمام فكده نحنا خلصنا خطوات الحل برضو نفس الكلام يا جماعة الحلقة ما تطولش جوي انا مش اقدر اشاهر لكم مثال لان لو شرحت مثال اقل حاجة في المسال عشان اشرحو لكم و الأقامس ادخرت ازاي هاخد عشر دقائل و في نفس الوقت مفيش مكان في الصبورة فهمسح الكلام ده واكمل النوع الخامس على شان انهي الحلقة اذكركم مرة تانية يا جماعة ما حالش يعمل شرحت لو انت مش مشترت في الفيديو اشترك القدم لاتبطت في الكلام ده كل ده على اشترك الحلقة عالشان بالختار انا بدأت اشرح وانا ما فاضلتاؤ اصلا وصليت ردعتين له الضحى وبعد كده جيت اشرح لكم من غير مفتر والله اشربت مايبس شربت مايبس فانتو قدروني يعني كومنتات كده من نفسيكم مش هتخسل حاجة مش عارفة اتمنين على فكرة يعني لو كنت انت باش محاسب او باش محاسبة مش عارفكم من من اللي علق علشان الجيميل ده بمجب اي اسم خلاص خلصنا يا جماعة المدى المقلى خلصنا نصف المدى الربيعي خلصنا الانحراف المعياري خلصنا الانحراف المتوسط خلقها هناخد معامل الاختلاف وهو اخر حاجة معامل ايه الاختلاف فانقول خامسا هو معامل الاختلاف معامل الاختلاف ده يماع ساهد جدا جدا هم عبارة عن قانونين بس عبارة عن ايه قانونين بس القانون الاول قانون الاول اليوم هو معامل الاختلاف الاول بساوي بساوي الانحراف المعياري الانحراف المعياري على الوسط الحسابي الوسط الحسابي الوسط الحسابي ده القانون الاول تقب القانون الاول اثنيا اثنيا معامل الاختلاف السامن أنا ديما بحب انا اسمي كل حاج اثني بساوي به Hong Kong اسمك الربيع الثالث ناجس ربيع الاول على ربيع الثالث زائد ربيع الاول ايه ده يعني نفس الكلام نفس الكلام انت انا مش هتحفزها يعني القانون سهل جدا 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 خالص يعني معامل اختلاف يا جماعة سهلين جدا في مي زي ما قلنا الناتج برضو هيطلع بلقى لحسبة وبعد كده هضيف له نسبة ما اوي هضيف له نسبة ما اوي كده خلصنا جماعة معامل اختلاف طب كيه ازاي خلصت معامل اختلاف طب انا احلي ازاي وخطوات الحلية خطوات الحلية الانحراف المعياري هتجيب انت اول حاجة الانحراف المعياري والتاني حاجة هتجيب الوسط الحسابي طب لان انحراف المعياري احنا لسه واخدنا الخطوات الحلية بتاعته فامش محتاج ان اكتب له خطوات الحلية بتاعتنا انحراف المعياري بالنسبة للوسط الحسابي احنا احنا خدناه في الحلقة الاولى حتى لو انا ماخدوش في الحلقة الثالي دلوقتي اكيد انت مية في المية انت مذاكره ويعارف الوسط الحسابي فانت اجب تاني خطر الوسط الحسابي وبعددها اتعوض في القانون ابدا و نفس الكلام في القانون التاني القانون الاول paarاني لو يزال ما اذكر المثال على المحرك الولايات و وسائل الحساب الالتحق اذكر بلا القانون الاول طبaw اذكر في المثال الربيع لو ذكر لك نصف chez المدى الربيعي الحل بنفس الخطوات حل طيب نجيب رره واحد تأتي برهه fraud ثلاثك worshفى نجيب رهه واحد لو كانت اصلا مرجناش الرقم انجبرا هو احد ولو مرجناش الرقم مفره ثلاثة انجبرا ثلاثة وبس كده تبدأ تعود في القانون وتعيش حياتك وتركز انت وبتحل علشان ما تحلش انت ده وخلاص خلي قاعدة دي ما حد قاعدة في دماغك انك انت انت وبتحل ما تركش مع حد لان انت وبتحل لو ركزت معاني جنبك هتحس نفسك انك انت حلق حتى لو حلق صح هتشوف اللي جنبك زي كده حلق انت اللي غلق فركزوا بخطوات حلق اهم حلق خطوات حلق والله حدث لو الناتج طلع غلط وانت كتبت خطوات الحل بالترتيب صح والله لا يدي لك درجة وينقصك درجة بسيطة يالا لو عشرين درجة يدي لك خمستاشر يبقى خسيرك خمسة بس ده الكلام ده لو كان الارقام كله غلط وانت مش على خطوات الحل صح طب انت لو مش عارف خطوات الحل ولا الارقام هتاخد صفر طبعا تمام اتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم جميعا مش هذكركم تالي لو مش مشترك في القناة اشترك بالقناة وفعل الجرس ولايك جميل للفيديو علشان نشوف كم واحد في سنة هو اللي بيتابع معي كم واحد شاف الفيديو كم واحد شاف الفيديو فركزوا معي واسمع الفيديو لحد الآخر ولايك للفيديو علشان أعرف كم واحد زي ما قلنا دسلاك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة